نكمل أخبار نادي الزمالك تعرفين محمد عواد حارس مرمان نادي الزمالك الكلام عمال يروح ويجي الزمالك عايز محمد عواد يكمل لأ الزمالك مش عايز محمد عواد يكمل طب الزمالك عايز محمد عواد يكمل بس يقلل كيمة تعاقده محمد عواد نفسه بيفكر يمشي عشان عايز يلعب أساسي محمد عواد زعل زعل قوي من تصريحات أسوريو مبارح لقل فيها ان محمد عواد هو الحارس التاني وتحدث فيها عن حراس مرمى الفريق بعدها محمد عواد أبلغ المقربين منه انه خد قراره بالرحيل عن نادي الزمالك وانه عايز ياخد خطوة جديدة في الموسم الجديد اشكي بقولك ايه حكاية محمد عواد دايما تحسيها كده ايه مش مش سبت مش سبت لازمالك عايز محمد عواد قوي ولا محمد عواد عايز الزمالك قوي واللي اتنين عارف انت اللي هو ايه طب يعني انده لي وانا جيلك بس محدش رايح للتاني بقى حاوله وابسطها الله يعني عشان ممكن محمد عواد يكمل في الآخر بس في هذه اللحظة وبعد تصريحات أسوريو مبارح محمد عواد قال للناس المقربة منه انه حابب يرحل على الفرد دي كسة محمد عواد زمالك كمان ده من بدري مش مش دلوقتي عايز يضم عمر كمال عبدالواحد وراجل أسوريو شاف ان عمر كمال عبدالواحد ده واحد من اللعبين المهمين في طريقة شغل الزمالك ساعات اللي فاتت الزمالك طلب معرفة القيمة المالية من فيوتشر يعني للتخلي عن اللعب الزمالك عايز يعرف يعني يعني انت لو نويين تبعوا عمر كمال عبدالواحد تبعوه بكام عشان نشوف انها ظروف في كنادي الزمالك أقدر ولا ما أقدرش دي الحكاية في قصة عمر كمال عبدالواحد شفين ناس النهار ده كتبت عزمالك وتمم انتفاقه مع عمر كمال عبدالواحد عمر كمال عبدالواحد خلاص في نادي الزمالك والموضوع مش مش لسه يعني لسه لسه كتير يعني ترجمة نانسي قنقر